على قاعدة الدستور وبعيدا من منطق النكايات والمناكفات يلتأم مجلس الوزراء مجددا يوم الخميس فالرئيس تمام سلام وبعد أن وضع جميع الأطراف الممثلة بالحكومة أمام مسؤولياتها متمسك وفق مصادره بالتوافق في الجلسات الحكومية على مختلف الملفات لكن شرط عدم تعطيل الشؤون الحياتية للمواطنين عبر ابتكار بضعة توقيع جميع الوزراء على المرسيم لتصبح نافذة وبعد الدعم الذي لقته مواقف رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضية من أطراف عدة حضر رئيس حزب الكتائب رئيس أمين جميل إلى السراي داعما أيضا لتوجهات سلام نطلوب في لبنان نحصن وضعنا السياسي وبعدنا لحد اليوم نتسلب الأشور أكان بموضوع انتخاب رئيس جمهورية وفي نوع من غنج سياسي وأعتبارات مبارد شهية اللي عم تمنعنا انتخاب رئيس وكذلك أمر على صعيد الحكومي معنا خيار إلا ما بأسرع وقت أقل وهلأ على صعيد الحكومي نقدر نصحح الوضع ترجع تلتئم الحكومي بأسرع وقت والحمد لله بكرة في جلسة لمجلس الوزراء ويكون في على بداية هالجلسة يكون في تشخيص للوضع الموجود من حولينا ضرورة تفعيل العمل الحكومي بروحية انتاجية توافقية هذا ما أكده السلام بحسب النائب قاسم هاشم التوافق مطلوب دستوريا ووطنيا والتوافق لا يعني الإجماع ولا يعني التعطيل والدستور واضح وعلى ما تقدم فإن السلام يسير على خطين خطوا إبعاد البلاد عن خطر الفراغ عبر تطبيق الدستور وخط العمل بشكل حثيث لملء فراغ كرسي رئاسة الأولى